اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم بالأحداث الموجودة الآن في المملكة السعودية من إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحل محلها هيئة الطرفيه والحفلات الساخبة وكل الكلام ده اتكلمنا عنه ولكن النقلة النوعية التطور الخطير جدا والقرارات والأخبار النهاردة اللي هنقولها ليكم اللي صدرت في السعودية بتبين لنا كيف وصل الأمر إلى هذه المرحلة اللي بعتبرها إن هي مرحلة كارثية طبعا من فترات طويلة في محاولات وضغوط على المسؤولين في المملكة السعودية لفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مع اليهود مع دولة اليهود وموضوع التطبيع ده بتبقى أمور كلها رسمية ولكن يعني معظم الدول العربية والإسلامية واقعيا في حال التطبيع مع اليهود ومش عايز أقول لكن هو تطبيع كامل جدا يعني مفيش أي معالم من معالم المقاطعة ده يعني ممكن الناس اللي تتقاطع يعني ومش عارف أقول إيه ممكن يكون الناس في فلسطين يتم الحصار من اليهود طارة ومقاطعة الدول العربية طارة أخرى ومش عايز الموضوع ياخد المنح السياسي كلنا عارفين إن إحنا في هذه القناة لا نتناول الأمور من ناحية السياسة ولكن محاولات التطبيع الكامل الرسمي والضغوط اللي على الأسرة الحاكمة في المملكة إن هما يعلنوا هي الحكاية كلها حكاية إعلان لكن التطبيع موجود من فترة إعلان التطبيع نراه في الأيام القليلة القادمة وده مش تنبؤ ولا توقع ولكن هو استقراء للأحداث من خلال الأخبار والقرارات الكارثية التي على وشك أن تصدر أو ممكن تكون صدرت في السعودية إن فيه في هذه الأيام مفاوضات ما بين الكيان المحتل وما بين المسؤولين في المملكة السعودية يقول ذلك الأمر ولي الأمر لعمل تطبيع كامل كامل بدون قيود وركز في الكلام يعني القرارات دي يعني والكلام اللي بيتقال ده لو اتطبق هيبقى مصيبة كبيرة جدا تطبيع كامل وموضوع التنقل المكان المكاني مش هيبقى فيه أي تقايدات في التنقل ما بين الطرفين يعني بمعنى إيه إنت عايز تخش الأرض بتاعتي في أي وقت هنخش إنت عايز أن أنت ما تخشش برحتك ده التطبيع طبعا الكلام ده يفكرنا بمشهد الحقامات اليهود اللي اتفاجئنا ولائناهم موجودين على أرض المملكة السعودية أو على أرض الحجاز وكان محل استياء كبير جدا وكأن الأمر كان يحمل في طياته تمهيدات تمهيدات واضحة جدا إن إحنا الفترة القادمة في الأيام القليلة المقبلة وتذكروا كلامي هذا هنلاقي إن في عودة لليهود لمكة والمدينة في حاجة عايز أقولها لك إن اليهود من أكبر اعتقاداتهم أن المدينة المنورة بالتحديد هدف استراتيجي لهم ولا ينسوا عندما أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة طبعا الرسول أجلاهم لمن لا يعرف أجلاهم أي أخرجهم أي طردهم من المدينة بل وحاصرهم لأنهم كانوا خوانة ناس خوانة علشان التاريخ للأسف اللي بيقدم الآن لأبنائنا وأولادنا في المدارس تاريخ مزيف بيتكلم عن سماحة الإسلام وكلنا مع سماحة الإسلام وبيتكلم مع معاملة أهل الكتاب معاملة حسنة وكلنا مع معاملة أهل الكتاب معاملة حسنة ولكن ظاهر الأمر خير يحمل في طياته مكر وخبس كبير عايزين دعوات التقارب اللي عبر المناهج التعليمية نشوفها ونلاحظها كلنا في المناهج التعليمية إن المحبة والتسامح والمودة وشوية شوية وإحنا مش ضد على فكرة التسامح ومش ضد المعاملة الحسنة هذا ما أمرنا به الإسلام ولكن يتطور أو تتطور هذه المعاملة الحسنة إلى إلى الجوار اللي بتلاقي في المقررات المدرسية حق الجوار حق الجوار ما بين المسلم وغير المسلم نحن موافقين على حق الجوار بس ما يجليش يرجع لي في مكة أو المدينة ما يجيش يرجع يعود في مكة أو المدينة اللي الرسول أخرجهم منها عليه الصلاة والسلام وأوصى والأخرج المشركين من جزيرة العرب ولا شك أنهم مشركين والله يقول في القرآن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الله يقول في القرآن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري فبين أن من أهل الكتاب مشركين لمن لا يعرف هذا الأمر فاليحنا عايزين نقوله إن الفترة القادمة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هتتحقق أوضح وأكثر الناس اللي بتتكلم عن خراب يسرب طيب إيه رأيك طبعا خراب يسرب له تفاسير ومعاني كثيرة جدا ومنها ما يحدث الآن إن الحفلات بتقام على مقربة من مدينة رسول الله ومن الأماكن المقدسة بدون خجل وسبحان الله ناس بالدافع اللي بيدافع ده إن عدم عنده الحياء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ففي ناس إن عدم عندها الخجل والحياء وأصبحت تتبجح وتهاجم من يدافع عن المقدسات وحرمة المقدسات أي حد يطلع يتكلم يقول إزاي اللي بيحصل ده وإزاي الحفلات والكلام ده وهت يوم يقول ردود غريبة جدا تلاقي ناس بيقولك خليك في بلدك هل هذه حجة يعني لو أنا في البلد بتاعي بيجيز الرقص ويوجيز المنكرات أصبح الأمر مشروع لمجرد إن البلد التانية بتعمل كده هو إحنا بنتكلم عن أماكن مقدسة طبعا ده يعد خراب كبير جدا بس الخراب الأكبر للأسف ممكن يكون بدخول اليهود مكة والمدينة وده مش هيخشي لك زائر ده هو يرى أن له حق في هذا المكان يرى أن المكان دود بتاعه والله يقول في القرآن أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الأرض لله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى هو مالك الإيه الأرض مالك هذا الكون هو المتحكم يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء يعز من يشاء يزل من يشاء فالله سبحانه وتعالى أمر الرسول بإخراج هؤلاء فهذا أمر إلهي إذن هو ما لهمش حق لكن هو بيتكلم من منطلق عقدته وإنت بتتكلم من منطلق الأهواء للأسف مكسوف تطلع تقول إن الدين بتاعنا بيقول إن انتو خوانة وبيقول إن انتو ممنوعين من دخول هذه الأرض للأسف طبعا هذا الخراب أيها الأحباب يترتب عليه استعجيل واقتراب العلامات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي خروج الدجال لأن زي ما احنا كلنا عارفين إن خراب يسرب إيزانا بقرب الملحمة وقرب الملحمة فتح القسطنطينية فتح القسطنطينية والملحمة وخراب يسرب المشهد ده كله يؤدي في النهاية لخروج الدجال وعارفين كلنا أن الدجال لن يخرج إلا ومن قبله الإمام المهدي يبقى المشاهد دي كلها بتقربنا من إيه؟ من اقتراب ظهور الإمام المهدي وسبحان الله يعني الناس القائمين على هيئة الترفيه وبيدلعوا الناس وبرقصوهم هناك وسبحان الله ناس تجد إن الأمر ده جيد وبيمدحوا في هذا الأمر هم مش عارفين أنهم يرسمون بأيديهم من غير أن يشعروا يرسمون خطوط النهاية وهم مش حاسين وده اللي احنا بنسميه التدبير الإلهي من عند الله سبحانه وتعالى يعني أردت أن ألقي نظرة على هذه التطورات الأيام القادمة وبدأ الصحف وفتح وطالع الصحف العالمية بتتكلم عن مفاوضات ما بين الجانبين ومحاولة طبعا الاسترداء الجانب الأمريكي بعد ما أرص عليهم شوية وهددهم بالبترول وضرب المنشآت البترولية عن طريق حسين اللي هما من وراهم إيران موضوع كله بيؤدي بنا إلى تمهيد الأرض لظهور الإمام المهدي ذلك الظهور المبارك انتظرونا أيها الأحباب مع حلقة مهمة جدا حلقة المساء بإذن الله وحلقة تأويل الرؤية تابعونا بإذن الله على مدار اليوم لدينا الجديد والمزيد بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة